السلام عليكم و اهلا بكم في عالم اماني النهاردة هنعمل تفريز و حفظ و تغزين السبانخ سنة كاملة على لونها بالمنظر ده من غير ما تتغير معاك و ان شاء الله هتفرزيها بطريقتي و هتقولي الطريقة صحية و الطريقة فعلا نكحة جدا و جميلة اول حاجة بتنقل السبانخ اللي ليها عنود احمر اللي هي البلدي بتبقى مسكرة قوي و لونها اخدر مش دبلين لازم تنقيها كده بتبقى صبحة غير كده ما تشتريهاش لان الدبلينة دي ما خلاص تبقى بوزل بتبتدي تقطعيها وسط كده بس الاول تنقي اي ورقة صفرة او تبص في السبانخ كويس جدا عشان بيبقى فيه دود الزرة تخرطيها بحجم متوسط زي كده ولا رفيعة قوي ولا عريضة عشان يبقى شكلها حلو في الطبخ واحنا بناكلها يبقى شكلها كده جميل وانتي بتقدميها بتغسليها كويس جدا كده مرة لغاية لما لون المية يبقى نضيف ورايق كده والمية زي الفل بيتشل عشان بيبقى فيها رمل ولازم كده ايه بالمصفة كده مرة زي ما احنا شايفين كده مرة بالطبق ومرة بالمصفة ومن المصفة للطبق لغاية ما تخليها زي الفل بالطريقة دي بخدها بقى كده من على الوش كده لان هي بتعمها على الوش بخدها كده على المصفة على طول علشان ما اخدش الرمله تاني معايا وهكذا كل مرة بعمل كده لغاية بشايفين لون المية لغاية لما المية تبقى رايق وزي الفل بالشكل ده بس بها بقت الصفة خالص بس خلي بالك اخر شطفة بتحطي معايا شوية خل عشان تبقى على لونها وشكلها يبقى صابح من السنة للسنة هتس بيات الصفة كويس قوي قوي وخلي بالك انا معطع معاك كزبرة يعني بخليها في خطوة واحدة بدل ما اجيب كزبرة وحطها معايا ممكن تجي بيها صبحة وتحطيها ساعة الطبخ كزبرة وشبت وممكن تقطعيها معايا زي انا ما عملت كده ممكن تاخدي كسين لاني حجمها بيقل ساعة الطبخ يعني كده الكس ده ما يكفيش طبخة لأ بس انا عملته على كسين على قد ما الكس هيق يعني انا الكسين دول كده طبخة تمام كده يعني نص كيلو طبخة كويس او بالنسبالي نص كيلو من السبانخ انت بقى شوفي قوتك تعملي كيلو زي ما انت عايزة الحكاية دي بتوفر مجهود بالزاكل الست اللي بتشتغل ممكن بقى تاخدي كسين وتحطي بقى اي من الفريزر على التغذية على طول ان شاء الله لنا فيديو نعمل طريقة طبخها بعد التجميد علشان تشوفوا كل حاجة على الطبيعة بتحطي على الصلصة على طول ما تستنيش اي حاجة انت عاملها تفريز اي نوع خضار على الصلصة على طول اي واي تستني لما يفوق ما ينفعش يفوق تمام كده تبقى زي الفل ولونها جميل لاني خلي بالك رسة بالك من الحاجات اللي بتجبر